موسيقى خذها قاعدة معظم الناس مخترق فلا تكن كذلك أهلا فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من برنامجك خذها قاعدة الموسم العاشر نحن في الجزء الثالث ومعذرة على التطوير في هذا الموضوع لكن نعتقد أن هذا من أهم الموضوعات كذلك في عمل حماية للمسار الذي أنت فيه وأيضا عمل حماية للانتقال إلى مسارات جديدة إذا عرمت هذا الموضوع تستطيع التنقل بسلامة تستطيع التنقل بأمان المرة اللي فاتت بالحلقة اللي فاتت أو شيء تكلمنا عن أيش نقصد في الاختراق وبعدين بدينا في الحديث عن الحماية تكلمت أنه من أقوى وسائل الحماية هو الاتزان الشخص عندما يختل اتزانه معناه أنه أصبح سهل الاختراق والاتزان كيف يختل؟ في وسائل كثيرة لأنه تخلف الاتزان لكن من أهم الأشياء هذه كرام المرة اللي فاتت الثلاثة المهمة مسألة الأولى هو الخوف والمسألة الثانية هي التأنيب والمسألة الثالثة هي التشكيك تشكيك يعني الشك ما في مشكلة في البحث الفكري في البحث في الحياة it's better يعني أنك أنت ما تصير يقيني يعني تشكيك بالقدرات بنفسك في ذاتك في عدم الحماية هذه مزعجة التأنيب والخوف طبعا هما الأكبر في ذلك يخلاني الاتزان تكلمت كذلك عن أنه من الوسائل للحماية للحكمة ولخصت الحكمة في مسائل مهمة فيها بأن الحكمة هي القدرة على ردة الفعل في التوقيت المناسب وبالقدر المناسب يعني أنت ممكن ترد شوي بغضب لكن أنت متزن عارف حاكم نفسك لو كنك شخص مثلا غضب وبعدين تصرف وقام قتل شخص مثلا على ابونا غضب يعني هو بنها قاعد يعيش حياة في مسار كثير سيء لأنه ما يعرف يضبط الاتزان أنت ممكن تغضب ممكن تنزعج وممكن تتصرف شوي بقساة بس في لها قدر وحد الإنسان العاقل يعرف الحدود يعرف القصد يعرف الاتزان يعني يعرف كيف يتزن ويطلع عن الغير موزون فالحكمة هي استخدام القدر أيضا استخدام التوقيت في الغالب في الغالب من الحكمة التأجيل شوي لكن أحيانا التأجيل يكون مش مناسب أحيانا تكون من الحكمة التعجيل فمعرفة متى طيبة التعجيل ومتى التأجيل وهذه مسألة تقدرها الحكمة أنا قبيل أحداث كورونا بدأت أنقل كل حاجة تقريباً أونلاين يعني قبلها بسنتين ثلاثة حتجنا وقت كثير لعمل البرامج والأبليكيشن والدنيا كلها نحولها على الأونلاين ما حولناها وجدت كورونا التأجيل اللي عملناه واللي أنا أصريت عليه وكان فريق العمل تقريباً كل اللي معاي ما يرى أن هذا شيء مناسب يحس أنه هذا شفي الدكتور قام يعني يأخذ قرارات مو متزنة وإحنا مماشين صحيحين ليش يسوي لنا جديد بما بعدهم أدركوا هاي المسألة في كورونا كذاك لما أنا خدت خط معارض تماماً الكل قال بما فيه للمقربين كذا وليش قاعد يأخذ هذا الموقف وهذا الموقف الشديد وكذا وليه ولا زال لليوم عندما أأخذ بعض المواقف اللي أقصد فيه أني قد أتصرف فيها بحكمة ما يراها آخرين كذا ويرون طب ليش تقول كذا أمام عامة الناس وليش تقول كذا وليش تخفي هذا الموضوع وليش تطلع هذا الموضوع استخدام الحكمة في معرفة التعجيل والتأجيل والتوقيت والتقدير هذه مسألة هي مسألة تنحصر في موضوع الحكمة والحكمة تأتي طبعا من المعرفة وتأتي من التجربة وتأتي من الاتزان من وسائل الحماية كذلك التنظيف والقصد أنه دائما قبل ما نعمل حماية نعمل تنظيف يعني إذا كنت تستخدم برنامج كل اللي تحتاج أنك تشغل ترددات التنظيف وهي تقوم لك بالعمل لو ما كان عندك البرنامج ستجدها في اليوتيوب حط صلاح الراشد تنظيف المكان أو حماية المكان ستجد الفيديوين أول شي نشتغل على موضوع التنظيف والقصد أن التنظيف قد تكون في تراكمات فهذا يحصل معاك كذلك أنه في الجسم أنا أعمل شوية تنظيف في عندنا تنظيف وحماية للمكان في عندنا تنظيف وحماية للشخص نفسه فأنت للفرد يعني فتعمل تنظيف وحماية لك أنت أول شي تعمل تنظيف القصد في أنه لو فيه رواسخ لو فيك تطلعها لو أنت بتجي عند مكان وتعمل حماية أول شي تتنظف تشوف يمكن فيه أشياء مو جيدة موجودة ممكن فيه أشياء مضرة مؤذية فأول شي تزيل هذه الأشاكل بعدين تعمل الحماية وهذا اللي يجيك في المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التدرع أنا ما أحب أستخدم كلمة تحصين وأن كانت هي كلمة كثير جميلة ولما استخدمت في الأصل كان هي يعني معناها أعظم حتى من التدرع لكن أنا أتجنب استخدام مصطرحات شرعية لأنها معظمها مشوه فأنت من جرد ما تفكر تحصين على طول تجي لك فكرة جن ولا شي كذا وأن كان التدرع هو أيضا لهذا الغرض بس مش لهذا فقط فالتدرع هو فحق أنك أنت تبني تدرع من التدرر من الخارج من أي شيء وكل شيء فإذا لك أنت عامل تحصين صحيح يعني عامل تدرع صح بحيث أنه أنت تسمح للأشياء المفيدة أنك تتخلك لكن لا تسمح للأشياء المضرة والتدرع حمله طريقة اللي معانا في الأكاديمية في المنهج التأسيسي أخذوا طريقة قوية جدا في كيف يبني التدرع حول جسمه اللي معانا في المنهج المتقدم أخذوا عدة طرق يعني أربع أو خمس أو ست طرق في كيفية عمل التدرع عندك خيارات واسعة لما أنت تتعرض لهجوم قوي تستطيع تعمل تدرع قوي لا يستطيع هذا التدرع القوي لو أنت بنيت أن يخترق ولا أن نمرود ولا أحد يستطيع أن يخترق هذا التدرع إذا كنت أنت باني بطريقة صحيحة بس أنت لا تحتاج تبني تدرع قوي طوال الوقت يعني معظم الوقت هو في الحقيقة أشخاص بالذات اللي في مسارنا لا يتعرضون لهجوم طاقي لا يتعرضون لهجومات هجوم مستمر فبالتالي تدرع بسيط لطيف جيد لكن عندما تشعر بأنه بدأ نوع من الهجوم يأتي عليك وبدأ تتحس بالضرر وانزعاج وكذا فأنت تبني تدرع أقوى فبناء التدرع هذه مسألة تريد أن تتعلمها كيف تبني التدرع الصحيح أنك أنت تحط حاجز حولك ولو ما كنت تعرف وما انضميت الأكاديمية لسبب أو لآخر فأنت ممكن تعملها بالخيال تتخيل كأن حولك طوق نوراني يلف حولك يعني بحيث أنه عاملك حماية تأمر هذا الطوق بأنه لا يسمح لأي شيء مضر أن يخترقه وكيف يوصل لك فهو يستطيع أن يصد أنت بمجرد النية وضع هذه النية ورسم هذا الخيال يكون في الحقيقة موجود من طرق الحماية كذلك الحب الحب سيد الحمايات الشخص اللي فيه حب صعب الاختراق ما يكون فيه اثنين محبين تعرفش أنه أعظم شيء ممكن الشيطان يسوي أن يفسد الحب بين اثنين وبالتالي خلاص الآن هما أصبحوا سهلين الاختراق لكن لما يكون فيه حب بين اثنين أو بين مجموعة من الناس أو في الأسرة أو حتى في البلد أو في ناس في مسار مؤمنين في مسارهم محبين لبعضهم هذه مسألة يعني في الغالب في الغالب القوة الشيطانية ترفع عيدها وتروح تدور مكان ثاني لأنها تحس كأنك أنت يعني الآن معاك مطرقة خشبية أوكي وأمامك مكان في أولادي يعني كنز في أولادي وأنت مطلوب منك بالمطرقة الخشبية أنك تكسر هذا الكنز الفولادي يعني أنت وما عندك غير هذا الخيار 100% هتفقد الأمل ما في مجال يعني ما في مجال أو تلقى سمنت مبني كذا لقلعة يعني مساحة العمق ما لها متر مثلا والطول ما لها 50 متر وأنت ما عندك أي شيء بس إيدك ما تستطيع تسوي شيء صح ولا لا ما تستطيع تحفر بصبعك مثلا بظفرك يبيلك أوكي ممكن توصل لها كذا بس يبيلك تقريبا 1200 سنة عشان أنت تحفر كل هالمكان فأنت حتفقد الأمل وعمرك ما حتسوي ولا عمري سمعت بحد قاعد يخترق بصبعة ولا بظفرة قلعة ما حد يسوي كذلك أنت عندما تكون في الحب أنت في طاقة فولاذية في طاقة سمنتية أمام الشخص لا يمتلك أدوات أو آلات يستطيع أن يخترق فيها هذا السمنت وكل ما امتلك من الآلات تقوى التدرع يعني يعني لو نفرض أيضا كمثال الشخص هذا ما عنده إلا إيده وأمامه كذا لا بس الحين جاب درل جاب درل يبدأ يتغير السمنت هذا يصير فولاذي حين أنت درل ما قام يشتغل مع الفولاذك فجبت يعني داينميت يعني فلما جبت الداينميت بدأ يتحول هذا الفولاذي إلى شاذر شاذر يسمونه يعني مضاد يعني أنت بحيث أنك لو ضربت بشي يرجع عليك على طول مطاطي يعني ما تقدر كل ما هذا الحب هو الحب يعني يعطي التدرع بجميع أنواعه لأنه لا يمكن اختراقه اللي يحب واثنين يشعرون بالحب ثلاثة أربعة خمسة عشر لا يستطيع شيء أن يخترقهم فالحب رقم واحد في الحماية لو ما تعرف كلها الكلام اللي أنا قلته اتزان وحكمة وتنظيف وتدرع بس تعرف الحب هذا بحد لا تحميك يعني فأتقن هذه المسألة مرة أخرى أنا قاعد أحاول أسرع شوي لازم نختم الحلقة المرة بالقاعدة هذه أنا ما منع أكثر من شغلة المسألة اللي كذلك في الحماية هو الدعم عندما تقدم الدعم للآخرين فأنت تدعم نفسك وعندما يقدم الدعم الناص لك فأنت أيضا تستعين يعني تأخذ الدعم فالدعم لك ومنك لازم تتقن هاتين المسألتين الشخص اللي بس يبي دعم بس يبي دعم هذا شخص ضعيف وهو في الحقيقة غير مفيد ولا تستطيع حمايته إذا بس هو يأخذ دعم إذا ما يستطيع يعطي ما ممكن حمايته أوكي مسألة مستحيلة أوكي تقدر تحاول بس ما تستطيع لازم هو يحسن كذلك العطاء فذلك الدعم لازم تدعم الآخرين لازم تعطي الآخرين وأيضا تتقبل الدعم والعطاء من الآخرين هذه مسألة أخذوا عطاء من يتقنها يتقن مسألة الحماية موضوع آخر كذلك الإيمان إيمانك بذاتك بنفسك إيمانك بربك إيمانك بالمصدر إيمانك بقدراتك هذه كلها أيضا تقوي الحماية من ضمن الأشياء التي تقوي الحماية هو وجودك في المسار الصح يعني أنت لديك رسالة وعندك رؤية هذه المسألة تعطيك كذلك الحماية هذه شوية مساء المعينات في موضوع الحماية خلنا ناخد تمرين الآن اكتب المجالات التي تعتقد أنك تحتاج فيها شوية تنمية أو تقوية أو تحتاج فيها لتعزيز من الأشياء التي أنا ذكرتها أو أشياء تعتقد أنك أنت تخترق فيها كثيرا مثلا إذا كنت تصاب البرد كثير أو تصاب فأنت واضح أنك أنت بسهولة قاعد تخترق من الفيروسات إذا كنت أنت تصاب في بكتيريا في الجسم واضح أنك أنت قاعدت إذا كنت تصاب في اكتئاب وتقلب المشاعر فأنت مخترق مشاعريا فإذا كنت فجأة تكون قاعد ما يش يصير فيك أنت مخترق طاقيا فإيش المجالات التي أنت تعتقد أيضا فيها اختراقات وإيش المجالات التي تعتقد أنك أنت تحتاج فيها التعزيز ثم تكتب أيش الأشياء التي تقوم فيها من أجل معظم الناس مخترق فلا تكن كذلك